اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اخواني اعزائي في برسنا لهذا اليوم وهو البرس الثاني على قناة النور من علميات التكنية من تدين محمد قانع وهو درس لشرح احدى المواقع الرائعة الذي من اجلها الذي من اجلها نشاهد طائرات العالمية وهي تسبح في الجو كل طائرات العالمة نشاهدها فيها للموقع وهو موقع بيت رادار 24 دعونا اخواني لنتعطب عليك اولا نذهب الى المتصفح مثل جوجل نكتب لايت رادار 24 هكذا نظر انت اقوم انتها الاولى ناخد الاولى هذه هي الوجهة الرئيسية للموقع وهو موقع مثل نكبر الصورة اخواني اخواني مثل مثل على سبيل نأخذ لنتعرف على طاقرة وهو الى اخواني مثل مثل على سبيل نأخذ لنتعرف على طاقرة وهو الى نخذ للموقع نخذ للموقع اخذ للموقع نخذ للموقع اخذ للموقع لنتعرف على الطائرة نحن خدمة هذه الطائرة الكبيرة وهي فيما أظن وهي طائرة تعود إلى الشركة الإمارات العربية أظن فيما أظن هكذا نضغط عليها نعم هي لشركة الإمارات العربية المتحية إخواننا في قليش هكذا نكبر نضغط صورة الطائرة نضغط صورة الطائرة نضغط صورة الطائرة فيها سورة فكيف نوع المحفف ها هي طائرة امارات وهي طائرة من نوع تلتمية وتمانين ها هي طائرة من نوع ايربوس تلتمية وتمانين ار الطائرة اقوم بريح تلني دوبي الى برانكبورتس بالمانيا الطائرة التسع لأكثر من خمسمائة او خمسة وخمسين مسافر وهي الان قطعت 4761 هذه هنا واحد وستين كيلو متر وباقي لها مئة وعشرة كيلو متر وتنزل على مطار برانكبورتس اي قريبة الى المطار هذا اسم طائرة ايربوس تلتمية وتمانين تلتمية وتمانين تلتمية واحدة ستين هذا الرقم هذا الرقم رقم للطائرة يعد طائرة وهذا قود وهو يعمل رمز لطائران هذا الرقم للطائرة هو برنامج جيد رائع اخواني ها هي الطائرة نكبر الصورة نتبعه بعد نتبعه من الثالث الطائرة يمشاهد المكان بالضبط نعم ها هي طارت من ضعبي من ضعبي متجهة إلى فرانكفورت بألمان وهذه تنتعود نفس الشيء هي تعود الإمارات هذه ومعروفة شريكة الإمارات هي تتعمل الطائرة الكبرى أغلبية طائرتها تكون من نوع Airbus 380 نفس الشيء مع هذا نفس الشيء مع هذا وهي أكبر شريكة عربية للطائران ومطار دوبي كما شاهدناه في السنة الأخيرة في 2015 وهو يحترد المرتبة الثالثة دولية عالمية تأتي بعده أول مرتبة يعود لمطار أطلانطا بأمريكا الولادة المتعدة الأمريكية وتاني مطار يعود بالصين الشمعية بالبكين وتالت مطار عالمي هو يعود بإخواني الإماراتيجي في الخليج مطار دوبي الله يزيد مقتر ورغم عن هذا قبل خمسة أو ست سنوات كان مطار دوبي يحتل المرتبة سبعة وعشرين عالميا والسنة الأخيرة 2015 وصل سعد إلى المرتبة الثالثة عالمية إخواني هذا يعني موقع جميل جدا للتعرف على الطائرات على كل الطائرات العالمية الظاهرين هذه علامات وهم المطارات المطارات بعلامة خضان خضرها هكذا وهم مطارات وهذا يعود إلى هذه الجزيرة تعود إلى اليونان وهي نيكوسيا وهي هنا هذه هذه جزيرة تعود إلى اليونان وهي جدرانة جميلة بالسياحة أنا قمت بزيارتها أربع مرات وهذا هراقي أو تسمى كريطا وهو أصغر مطار في كريطا هذه و نسبة عالية من المسافرين في الصيف في قصة الصيف مثل مع وقت السياحة نسبة المسافرين الذي ينزلون هنا بمطار وبعض المرات نضطر إلى الانتظار في الصف إلى ساعتين كل ساعات التسجيل هذا هو مطار هراقيون أو بما تسمى كريطا اشتركوا في القناة 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 ايربوس ايربوس ثلثة 181 ثلثة 181 وهي قطعت الان ما يزيل عن خمسمية وسبعين وستة وسبعين كيلو متر وهي ضاقياها عشرة الاف واتنين وستين كيلو متر ما هي مسافة كبيرة جدا الآن الآن خمسمية وواحد وتمانين كيلو متر كبعاتها باطنها عشرة الاف وتمانية وخمسين كيلو متر من الغسلين على مطار غوالا لنفور باس شخص شخص جنوب شخص لقد اخوضت خمسمية بحيث خمسمية خمسمية بحيث همه همه بحيث همه همه انها اخوضت اخوضت همه اجه رائع. نعود الى هذا الطائرة. ربما تعود الى الامارات او قطر او سنغافورة. مطار لندن. نعم. طائرة ساوتي الامارات. الامارات. طائرة. ساعدت من دوبي الى نيويورك. داهل الى نيويورك. هيربوت. ساعت 480 كم. كم اعمل اعطا اردفة برحلة. وهي قطعت الان 5407 كم. وباطي امامها عفوا. هو يقف أن هذا الموقع وهو مدفوع فيها مدفوع ومجيان ولكن مجيان يعطيك الوقت الساعة أو ساعة ونصف لتعرف على بعض الأشياء ويغلق عليك ومن بعد تعود من جديد ولكن لو كان الموقع مدفوع أنا أدفع الاشتراكات وهو لم يغلق هيا هنا بريطانيا هذه الطائرة تعود للإمارات وهذه تعود إلى قطر هذه تعود لي شركة قطرية أنا أبحث عليها وهي يقول لنا هنا كي أرد لي تاتر إرويس الدوحة الدوحة صعت من الدوحة بطريقها إلى لندن وهي قريبة عن النزول الآن نرى كم الطائرة قطعت 5238 كم وباقي أمامها 23 كم وهي مدة الرحلة من السابعة الثامنة إلى ربع كل ربع إلى الثانية عشر وخمسة وعشرين دقيقة وهي ما نقول أربع ساعات وأربعين دقيقة إلى شوق هذه الطائرة القطرية من الدوحة إلى لندن إخواني أخواتي هو برنامج رائع جدا للتعرف على كل أنمع الطائرات والآتية والقادمة والصعدة والنازلة وإذا هنا إخواني أعزائي ننهي طرصنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمتم في رعاية الله واحدة وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله كان معكم أخوكم محمد معنا من قناة نور المعلومات التقنية وإلى اللقاء واحدة